ولنقاش الملف الفلسطيني والذي تزامن مع فتح المحكمة الجنايات الدولية تحقيقاً في الانتهاكات المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي محمد القيق أهلاً بكم سيدي أهلاً بكم وبكافة المشاهدين السيرون بعد تأكيد المحكمة الجنائية الدولية وولايتها على الأراضي الفلسطينية أعلنت اليوم فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال كيف يمكن تقييم هذه الخطوة سياسياً وقضائياً نعم تعتبر هذه الخطوة مهمة جداً إذا ما بني عليها تزويد المحكمة والتدقيق والمتابعة مع المحكمة من الجهات الرسمية الفلسطينية تحديداً الخارجية بحيث يتم دمج كل الملفات الواضحة جداً من جرائم الحرب التي ارتكبها الضباط والجنود والمستوطنين في الضبطة الغربية وقطعها هذا يحتاج إلى عمل مهم ودقيق وسريع حتى لا يغلق ملف في داخل المحكمة الجنائية تحت إطار أنه لا يوجد جريمة طالما أننا حصلنا على هذه الفرصة فالواجب والمهم والأولوية أن يتم تغذية الملفات وتدعيم الحقيقي والصادق والدقيق لكل ملف حتى يكون لدينا مصداقية ويكون لدينا رافعة حقيقية لمنع أي تدخل دولي لوقف هذه المحكمة من خلال الملفات الواضحة سواء بانتحاك حقوق الأطفال أو استكاب الجرائم أثناء الحرب كما حدثنا في غزة أو حتى ما يحسن الضبطة الغربية من اقتحام وقتل وتشريد واعتقال سيد محمد ما هي ردود الفعل المتوقعة من الاحتلال حيال قرار فتح التحقيق في الجرائم التي ارتكبها ضد الفلسطينيين الاحتلال يراهن على ضعف التقدم والنشاط الفلسطيني نحو المحكمة وهذه المراهنة تعتبر رئيسية بالنسبة لها لأنه الآن المحكمة فتحت أبوابها للفلسطينيين إذا لم يقدموا المهم والأولوية فإنها لن تضر ولن تكون ذات مخاوف أو مخاطر بحق الإسرائيليين هذا المشهد الرئيسي بالنسبة للإسرائيليين يراهنون على أن الفلسطيني سيقصر في رفع القضايا أو سيقصر في الدعم والمتابعة ثانيا إن تحرك الفلسطيني بشكل جدي فإنه سيدخل على باب آخر وهو باب الضغط على المحكمة من خلال بعض الدول النافذة والتي لها نكوذ كبير في الأربية الدولية وهذا أيضا سيفشل الذي يفشل هذه المحاولات هو بالفعل وضوح المحكمة ووضوح الفلسطيني في أن يهتم وأن يستثمر هذا الباب الرئيسي الذي طالما تمناه الشعب الفلسطيني أن يقوم العالم بمحاكمة الجزار وأن يقوم العالم بمحاكمة هذا الجلاد الذي يجدد الفلسطيني كل يوم لذلك الإسرائيلي يحاول وحاول ونجح في سنوات طويلة أن يبعد محكمة الجنايات الدولية عن جرائمه ويبعد حتى الإعلام الدولي عن جرائمه ولكنه الآن وقع في زاوية ليست سهلة وهذا يحتاج إلى إسناد حقيقي من الخارجية الدولية بدعم الدول الصديقة والدول التي تهتم بحقوق الإنسان وتهتم بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإذا ما ذهبنا إلى قرارات الشرعية الدولية والتي ستكون جزء مهم في المحاكمة في هذه المحكمة فإن القرارات الدولية تفيد بأن أراضي 67 هي محتلة من الإسرائيليين وهي أراضي فلسطينية على أقل تقدير وهذا سيدعم الملف وسيعطي أيضا إشارة لدول نافذة الآن أن تدعم الفلسطينيين كما تركيا باكستان وماليزيا وقطر والدول العربية بالإضافة إلى روسيا وبعض الدول هذا يؤدي إلى مزيد من القوة للفلسطينيين إذا ما استثمرت جيدا الاحتلال قام بتهديد السلطة الفلسطينية في حال تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية في عملية تحقيق ما الأوراق التي تملكها السلطة لمواجهة مثل هذه التهديدات؟ نتحدث بصراحة لم يستفيد الشعب الفلسطيني من اتفاقية أوسلو سيئة الذكر بتاتا بل على العكس زادت المعاناة زاد الاستطان زاد القتل زادت الحروب وزاد التنكر للشعب الفلسطيني لذلك هذه فرصة مهمة للسلطة الفلسطينية المنبثقة عن أوسلو أن تكون وتستثمر جيدا وأنا أقول وقلت في هذه المتاحلة إن لم تقم وزارة الخارجية والسلطة باستغلال فتح المحكمة الجنائية أبوابها للفلسطينيين فأنا أسميها خيانة عظمة لأن هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي لديه الورقة الرئيسية وهي أن الضحية لا تريد أن تشتكي ولا تريد أن تقوي حجتها وهذا ما يفعله الإسرائيلي ويضغط باتجاهه لا يجب أن تسمع السلطة لهذه الضغطات أو لغيرها لأننا أمام احتلال ونحن نمزح تحت الاحتلال شهريا يسجل عشر شهداء تقريبا ويسجل ما يقارب أربعمائة معتقل ويسجل حزم من خمسة عشر إلى عشرين منزل شهريا في الضفة الغربية والقدس المحتلة شكرا جزيلا لك صحفي والمحلل السياسي محمد القيق حدثتنا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة والمعذرة على المقاطعة لضيق الوقت